السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيديو جديد على القناة بطريقة مختلفة لتزيين ريزن طبعا ما تنسوش اللايك وكومنت وشير للفيديو ان شاء الله لما تشوفوه في الاخر ويعجبكم وما تنسوش سابسكرايب للقناة وتفعلو الكرس النهاردة هنشتغل طريقة مختلفة خالص في التزيين انا ريزن اللي بشتغل بانتو حسب النوع اللي عندكم دي الاساسيات اللي بحتاجها الجفت والاسيون الخشب والولاع وطبعا القالب النهاردة القالب ده رابع مرة استخدام وما زلت اللمعة بتاعته موجودة ده طبعا البوكس اللي جالنا هدية وعملنا عنه ريفيو من خمات شايني سكاي النهاردة هنستخدم القصصات المضيئة طبعا القصصات دي بتنور في الظلمة فإحنا النهاردة هنعمل كستر مختلف شغله حلوة قوي وبالليل لما نيجي نشتغل بيه هلاقي بينور في الظلمة طبعا في اخر الفيديو هتشوفو الصور ازاي ان هو بينور وفيديو سغنون كده لشكل كستر وهو بينور فعلا بجد ريفيو حلو جدا وخمات حلوة طبعا البوكس متوفر من خلال خمات الصفحة ان شاء الله هيكون موجود بعد العيد البوكس محتويات والوان بودر مضيئة الوان سائلة مضيئة بكة قصصات وبكة اشكال مضيئة انا بصوه حطيت معي ورد كده بوليمير عشان يخلي شكله حلو طريقة سهلة جدا 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 مش محتاجة حاجة مجرد ريزن والقصصات وشوية بوليمير كلاي اللي هو الورد الصغل طبعا اهم حاجة اللي عليزن نخرج اي بابلس كوائي الاشكال علشان الريزن تاني يوم لما نجدين فقه يبقى صافي تماما وما نفوش اي فقاعات هوا طريقة سهلة جدا بنسيبول تاني يوم يتصلب او في الصيف ممكن يوعد لحد تسعة ساعة او حاجة دي الحاجة اللي استغنبنيها طبعا القصصات والورد انا هنا خلاص سيبته جمد معي التاني يوم هنبدأ نفكه مع بعض بجده على فكرة كوستر ده حلو قوي الصور هتشوفوها في اخر الفيديو وهو بيلمع ابو الصور القالب لمعته بجد 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 يعني ما شاء الله عملنا اربع كوسترات واللمعة بتاعته لحد الوقتي دي طبعا الحاجات اللي اشتغلنا بيها هسيبكم معا الفيديو والصور اللي الشكل هو بنور في الظلمة بتنسوش اللايك وكومنت والشير للفيديو وما تنسوش سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشوفوا جمال الحاجة وهي بتنور في الظلمة يارب تكون عجبتكم اشتركوا في القناة